ببطاطة واحدة ستخلص اليمن الشيب والبطاطة يالبنا تراه مكوين خاطير خاطير قنبولة لعلاج الشيب مهما كانت الحدة ديالو وللنساء وللرجال وحتى الشيب المبكر يعني صار حتى للناس اللي فيهم غير الشيب اللي كيكون كيجي في وقت اللي هو ضغية ضغية كما كان قولو حنايا فاليوم ان شاء الله غادي تعالجي لي الشيب المبكر وتعالجي لي الشيب القديم اللي ما مخلي عندك قانا ما مخلي عندك خاطر بالمكوين السحري المكوين الاساسي والرئيسي اللي هو البطاطة البطاطة ايضا كتعالج حتى الجفاف والمشكل ديال كيما كان قولو المشوفية والمشكل ديال تقصف ديال الشعر فكيما جيت وشاركت معاكم هاد الوصفة الخطيرة لبنات لعلاج الشيب البطاطس كمكوين اساسي نبغي بزاف ديال اللي لايك كيما جيت وشاركت معاكم فيديو او وصفة في المستوى فساعدوني بلي لايك ديالكم كاملين وكاملات هجموع الفيديو بلي لايك ومرحبا بكم والف مرحبة ويلا هون بشو باش نتعرفوا على السر ديال هاد الوصفة هادي بالنسبة المكوينات ديال هاد الوصفة هادي وخاطرين وغير بعد ديال المكوينات يعني مكوين ضروري واساسي كيما قلت لكم هو البطاطس او البطاطا وثلاثة المكوينات التانوية اللي غير ديخلوا لك الشعر ديالك يحمق وهذا الوصفة لبنات واصفة عروبيا على حقها فرقها كيما كان نقولون من الأصول ديال البلاد الحمد والله تحيات كبيرة 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 الناس ديال العروبيا والنسبة الأعامة بشفة عامة هم البركة وهو المكل بكل البلابي هما نسووه صراحة الله هم turbo ه Roth because coe возвر الله تحيات كبيرة كبير لكم وكنا نحمقوا على الناس ديال بدية والعربية مني كن PCűاليال الله غير الخيرات وغير الخيرات حتى كاني زيدة في الوزن اشتركوا في القناة 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 يستخدم الوصفة يستخدم الوصفة اخر شيء سوف تعجبني انا ولكن سوف اعطيكم البديل لان وصفة عروبية لا يجب ان يكون في هذا المكوين وهو الحنة الحنة خرافية ما نقول لكم الحنة لا تكون حاضرة في الوصفات يعني ديمة يحضروا الناس ديال البلاد لانها زوينا حضروها في عملوها الويداس ديالهم في هاد الشعبان يعملوها منورة رمضان يعني في العيد في الاعياد يعني الحمد لله ديما ديما ستكون حاضرة في الافراح ستكون حاضرة في المناسبات ولله الحمد في الاشياء الايجابية فاحنا دابا غادي نحتاجوا كمية منها والناس اللي غاستكسب ليفتعليك واحنا ما بغيناش الحنة ما بغيناش الحنة هانتوما البنات باش تبقوا على خاطر خطركم بالحنة الى ما بغيتوهاش استخدموا العواد ديالها الطين الابيد او الطين الأخضر او الطين الاحمر او الطين الحمسي يعني لو دياله في المحل الحمس او عملي الشوفان بودر او عملي الحنة البيضة او عملي الحنة الكحلة او عملي الحنة القهوية يالله انا البنز دك الشي كامل اللي عندي حطيت وليكم يالله السر الاسرار ديالي كاملة дело ان شاء الله سنكملوهم كاملين وكاملت بإذنين معكم في القناة فكما قلت لكم انا ما نقدرش الجدة ديالي قلت لك وصفة عروبية بالحنة انا ما نقدرش نحيد الحنة ونقول لكم مش حاجة اخرى قلت جدة بالحنة عملتها بالحنة لانه هي عارفة الوصفة كتر مني انا بحكم الوصفة عروبية هي عارفة اكتر اكتر مني سنين واعوام اكيد يكينا في البادية اكتر مني انا اي حاجة واي دومين كيكون ملاها عارفة اكتر ما تقدرش انتس عارفي حسن منه اكيد فدك شعلش قالت الحنة استخدمنها بالحنة ولكن الناس اللي ما بغينج الحنة باش تبقوا حتى انتم على خاطركم انا عطيتكم باش باش تعودوها يلا كل شي بقى على خاطر خاطركم ما تبقوا على خاطركم ولا بقى على خاطر خاطري ولكن اكيد ديما في الصراحة بدون نفاق وبدون كدو دزول طريقة استحدى اللي انو غادي نطول عليكم بزاف مهم هنا غادي ننقى البطاطا حاولوا البلاس ما سكفروا شاي في البطاطا انا رهزر بانا دك شي علاش باش منطولش عليكم اما فانتو ما حاولوا ما سكفروا شاي فيها بزاف فالمهم غادي ناخد هنا يا اينا وغادي نبشر يا للهز البطاطا هادي اشتركوا في القناة فالمهم غادي ناخد ان شاء الله تسفايا وغادي ناخد فيها كمية ديال البطاطا ونعصروها زيان انا هنا غادي كمية قليلة وانتو ما لابتو كمية كثيرة حاولوا تبشروا البطاطا بشكل كثير بزاف يعني اخوذي حبة كاملة انا كما لاحطت معاي راخدي تغير نصف دياله ولا الربع دياله او اقل قع من الربع يعني غير نصف الربع المهم ها هي البطاطا مصورة غادي ليضي في اليدة باياء كمية ديال الحنة نضيف لادك بيض بيضة ولكن لا ضفت بيضة بيضة لغسك تحركي تحركي باش نجح لانه بلا ما تحركي ما غا تنجحش هاد الشي كلام الجدد يلي انا كنعمل بيه حرف 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 كل ما كنعمل بيه الحمد لله لا ارضات الوالدين اكيد شي حاجه لا يعلي عليها اي حاجة اخرى فالمهم ها نتخلطوا عودوا خلطوا بيض البيض كما معروف عليه لا يتخلطوا بكل سهولة واخر حاجة نضيفه مع القديق القهوة واخر حاجة اخوة 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 واخر حاجة واخر حاجة واخر حاجة ها هي الوصفة واخر حاجة ما حاجة اخلطها 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 ومازال غير كنخلط فيها لبشاكد الوصفة تكون بقوام زوين ومانعودش لكوو على رويحة فيها اذا كان لديه شريحة البيض انا لديه شريحة البيض ولا توجد نهائيا نقسم بالله و انا اطلاق لا توجد نهائيا لانه يغطى نهائيا هي الوصفة و اجده يالله حداقي و عملي هارهار خور الرباخ نشوفه كمية قليلة ما شاء الله ها حال الكمية خرجت يعني رغتك فيلك الشعر دي لك انه قصير ما كان شي قصير غتحتاجي تضعف المقادير بشكل كده الكيمية تكفيك و تبقيه من المقدمة حتى الاطراف اذا عندك شيف غير في المقدمة عندك شيف في الاطراف و في المقدمة فغتتعملها عليهم بجوج حاولي تركزي على البلايس كاملين لم تتخلي حتى بلاسة عملي ميكا و لا السولوفان فأقسمي على جوج و تشعر بقية الوصفة اكتر و تخرج اكتر و اكتر و نبعد خليها ساعة و غسل لي الشعر دي لك وبصحتك و رحتك منذ اول استخدام غادي تشكريني عليها يالله لبنات شنو كتسالوني اذاك الشي اللي كتسالوني را كان جيك نوفي عليكم و كان ضوفلو لكم مازال من الفق فنبغي بزاف ديالي لايك الحمد لله بيناتنا واحد تتواصل غزال غزال بزاف و حل الجو ما نعود شليكم كي يحمق و كي يهبل شكرا لكل وحدة كتدعمني شكرا لكل وحدة كتسندني و كتزيت افانسي بي القدم ان شاء الله و خليو لنا دي كومنتر زوينين خليو لنا دوكت عليقات لكي يزيدوا اعطاهم لحد شو احنا ايجابية باش نزيد نخدم كتر و كتر و بو سليكم كبيرة و جربي الوصفرها عروبية و تحية 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 كبيرة 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 بزاف بزاف ما لها مثيل و ما لها حدود والله يلقى ساملة ما لها حدود الناس ديال البلاد كان حماقوا فيكم كان حماقوا عليكم انتم هم كل شي و انتم هم الطب و بلابكم منس واحدة شي حاجة و انتلقى معكم في فيديو قادم